رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الوجود العسكرية الفرنسية في شرقي ليبيا مؤكداً أن هذا الوجود يمثل تجاوزاً للأعراف الدولية ومطالباً باريس بتقديم توضيح رسمياً حيال ذلك واستدعى السراج السفير الفرنسي لدى ليبيا أنتوان سيفان وأبلغه احتجاج ليبيا على تصرف باريس الذي يعد انتهاكاً لسيادة ليبيا وتبدي الأوساط الليبية الاستياء من الوجود الفرنسي منذ إعلان فرنسا مقتل ثلاثة من جنودها خلال مهمة استطلاع في ليبيا وهي المرة الأولى التي تؤكد فيها فرنسا وجود قوات لها في هذا البلد الذي يتعرض لغزو دول النيتو منذ العام 2011 ميدانياً سيطرت قوات الجيش الليبي على بوابة القوارشة في المدخل الغربي لمدينة بنغازي التي بقيت لفترة طويلة معقلاً لإرهابيي ما يسمى تنظيم أنصار الشريعة وتكتسب بوابة القوارشة أهميتها كونها تضع بنغازي بمختلف اتجاهاتها تحت سيطرة الجيش الذي يتابع تقدمه ويخوض معارك ضد الإرهابيين ويؤكد الجيش عزمه على طرد الإرهابيين من بنغازي وباقي المناطق الليبية وإعادة الأمان إلى جميع المدن لتكون ليبيا لشعبها لا أن تكون محمية لدول العدوان والنيتو التي تحاول سرقة خيرات الشعب الليبي عبر حجج واهية ترجمة نانسي قنقر